أصيب الشاب في العشرينيات من عمره بجروح بليغة جراء انفجار لغم من مخلفات الميليشة الحوثية الإرهابية بمحافظة الحديدة وقال راصدون محليون إن شابا يبلغ من العمر 25 عاما بترت ساقه وأصيب بشضايا في رأسه ودراعيه بانفجار لغم زرعته الميليشة الحوثية بمحيط بئر الزعفران شمال مديرية الدرهمي جنوب الحديدة وأضافوا إن اللغمة أدى أيضا إلى نفوق الجمل الذي كان يمتطيه الضحية